السلام عليكم وصلنا لاخر لسن في المنهج في يونت سري اللي هو الادابتيشن ان الديفيرسي اف ليفين وارجانيزم احنا اتكلامنا في اللسن اللي فات عن الديفيرسي والكلاسفكيشن ازاي نقسم ليفين وارجانيزم ودول وقت نتكلم عن حاجة اسمها ادابتيشن ادابتيشن يعني تكيف يعني ربنا خلق ليفين وارجانيزم كل آآ ليفين وارجانيزم متكيفة مع الانفيرومنت اللي عايشة فيها مع طريقة اكلها مع طريقة حركتها فهنلاقي مثلا الكائنات اللي بتعيش في المية كلها بتعرف تعوم هنلاقي الكائنات مثلا بتعيش في الصحراء كلها بتقدر تستحمل آآ فترات عطش مثلا او بتقدر انها تعيش بمية قليلة هنلاقي كل الطيور بتطير لها اجناحة فده ده بنساني ادابتيشن يعني كل ليفين وارجانيزم متكيفة او آآ جسمها ما ربنا خلقوا بطريقة معينة وبستركتر معين يناسب آآ طريقة حياته زي مسلا نلاقي ان آآ رجلين الفرق بين الرجل بتاعت الهورس وبتاعت الكامل الكامل الليمز بتاعته عبارة عن يعني خف كده عريض وثيك آآ سميك علشان يقدر يتحرك على الهوت ساند لانه بيعيش في الديزرد لكن نلاقي مسلا الهورس كان من زمان كده بيستخدوه من الهورس في الحروب وكده فكانوا وفي في الصفر فكان آآ فربنا خلقوا ان الليمز بتاعته الاطراف بتاعته او الرجلين عبارة عن آآ آآ او يعني حافر كده قوي عشان هيقدر يجري على الروكي صغيل طيب احنا دلوقتي الاتنين مختلفين عشان الاتنين بيعيشوا او بيتحركوا بطريقة مختلفة فاحنا كلمة يعني موديفكيشن يعني ادبتيشن مينز موديفكيشن بمعنى تحور موديفكيشن ان ستركتشور فانكشن يعني ده باختصار كده يعني تحور او آآ يعني تعديل في الشكل كده في السواء في اللي هو الشكل الخارجي او اللي هو وظائف الجسم ووظائف او اللي هو او سلوك طول السنة او طول اليوم ده بنسميه بيبقى طبعا علشان يكون او بيبقى عشان يعني متكايف مع اللي بيعيش فيها هو موديفكيشن او الفانكشن او يبقى كده عندنا سري طائبس من عندنا نومبر ون او اناتوميكل ادبتيش او اناتوميكل نمر دوع عندنا يبقى الثلاث حاجات اللي في ديفنيشن زول هم الثلاث انواع نمر سري عندنا او اناتوميكل حاجة اللي هي علاقة بالباضي يعني شكل الجسم شكل بتاع الجسم يبقى ده يعني علاقة بال الاكسترنال او 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 بيبقى فيه موديفكيشن في الاكسترنال او 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 ويوتسان او 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 عشان يقدر يمشي على الودسان طيب نلاقي ان الهورس عنده في الهورس هوف. الهورس بتاع الهورس بيبقى يعني بيحافر قوي طيب بممكن نلاقي ما عندنا بقى في يعني حاجة خاصة بالوظائف بتاعة من جوه بقى. يبقى احنا كده قلنا بيبقى في لكن الحاجة اللي هي علاقة بالجوبس او وظايف الاورجانز. اه دي بنقول ان هو بيحصل ان ايه? اند اورجانز اف ذا بادي. اللي جوه بقى. يعني يعني وظيفة من وظيفة ايه? البادي من جوه. لكن هنا قلنا قلنا الاورجانز اللي بقى. لكن وظيف الانترنال اورجانز بقى. والتيشوز اللي هي الانسجة بتاعة الجسم في دي بنسميها يعني مسلا زي زي اه سيكريتنج سويت. لما الدنيا تحرر الجوي بقى حرر احنا اوتوماتيك كده اه جسمنا بيفرز عرق. فالسويت جلانز بتشتغل في والتيفرس يبقى سكريتنج او سكريتنج او سكريتنج او سويت ده دي وظيفة بتقديها في وقت معين. طيب برضو عندنا مسلا سكريتن او بويزن او سنيك. بعد انواع بتفرز بتاعها بتفرز السم بتاعها. فاضه برضو اه فانشنالي. سكريتن او بويزن او سنيك. كمان عندنا مسلا الكاميليون لما اه تشينج او كاميليون وهنتكلم معنا في اخر كاميلي نهاية الحربية. بالغير بتاعنا ما بتحسب خطر او عشان تبقى اه اه تبقى يعني او تبقى شبه بتاع بتاعتها. ده كله حاجة خاصة بالفانشن بتاعت. يبقى اي حاجة لها علاقة بالفانشن حاجة وظيفة بتحصل من جوها البي دي بنسمها اده بتيش. البهيور بقى اللي هو سلوك في وقت معين من اليوم او من السنة. يبقى العبارة عن في خلال اليوم او الشهر او السنة في اي وقت من اوقات السنة او اليوم. ده بنسميه زي مثلا عندنا اه يعني بتبقى شغالة في يعني بالنهار. لكن البات نلاقيه شغال يبقى نلاقي كده بتصحى من الصبح بدري تشوف تمشي كده وتشتغل وتجيب اكلها وكده. لكن وتيجي تنام بالليل. لكن بقى بيبقى نام طول النهار وجي يشتغل بالليل. البوم بتشتغل بالليل. يبقى او مثلا يبقى دي بنسميها لان هو ده نشاط معين في وقت معين من اليوم. ده بنسميه طيب اه اه ايه بقى الاسباب اللي تخلي يعني ايه اسباب الادابتاشن احنا قلنا الادابتاشن بيبقى عنشان اه حاجة خاصة لها علاقة بالانفايرمنت لها علاقة بطريقة الفود لها علاقة با بطريقة بحركة آآ لها علاقة مسلا بطريقة دفاع عن نفسها. يبقى اسباب الادابتاشن نمبر وان الموفمنت. طبعا في في ليفين اورجانيزمز في ليفين اورجانيزمز في ليفين اورجانيزمز جامب في ليفين اورجانيزمز سويم. يبقى على حسب بتختلف بتاعة الباضي نمبر تو الفود جيتنج فود بتختلف طريقة بتاعتها فبالتالي هنلاقي الموث بتاعها مصمم بطريقة معينة فهنلاقي برضو في على حسب طريقة ايه او جيتنج فود انه برضو في بيبقى علشان تقدر تهرب من اللي هما الاعداء بتاعها يبقى اسباب خاصة بالموفمت خاصة بالفود وخاصة بالسكيب فروم آآ آآ نبدأ مثلا بالنمبر وان ماملز ماملز قلنا اتفقنا ان هي ماملز زي الكيئنات اللي هي يعني بتولد مش بتبيض آآ الماملز بتبقى سيميلر شبه بعد كده في الايه في آآ في البونز بتاعتهم يعني هما ليهم سيميلر بونز البونز بتاعتهم تركيب البونز نفسها او العظم نفسه بيكون آآ متشابه لكن بتختلف بقى في اللمس نفسها بتختلف عن بعضها يبقى هما ليهم تقريبا سيميلر بونز نفس البونز لكن بيختلفوا على حسب بقى الايه الوي اف موفمت والانفايرومنز انا عندي كده الماملز بيبقوا سيميلر ليهم سيميلر بونز يعني آآ العظم بتاعهم متشابه لكن اللمس بقى بتاعتهم هنتكلم بقى في الايه في اللمس الاطراف بتاعتهم تختلف على حسب آآ الموفمت طريقة حركتهم وكمان ايه اللي بيعيشوا فيه يبقى احنا لما ديجي نتكلم عن الماملز هنتكلم عن اللمس باعتهم لاطراف بتاعتهم عشان نشوف طريقة الموفمت والانفايرومنز بنجيب قريب بقى بايه آآ عندنا مسلا نومبر وون الويلز والدولف الويلز والدولفنز بتعيش فين بتعيش في المية هما ماملز لكن هما اكواتيك يعني كانت بحرية بتعيش في المية آآ هنلاقي عندهم اللمس بتاعتهم من اطراف بتاعتهم عبارة عن بادلز اللي هي يعني آآ زعانف قوية كده عامنا زي زي المكداف كده يبقى هي الويلز والدولفن لانهم بيعيشوا في في الووتر فبالتالي هما طيب عشان يسوام يبقى هيحتاجوا بادلز عشان طيب ايه برفورم سويمين جيبقى دي مناسبة للايه سويمين جيبقى عشان تلاقم الايه السويمين جيبقى الويلز والدولفن لانهم لف ان ووتر فعندهم بادلز طو برفورم سويمين جيبقى كده هي بتلاقم عشان هما آآ يبقى محتاجين بادلز وكمان علشان هما ليف ان ووتر نوبر تو عندي حاجة زي البات. البات مامل لكن مامل. بيطير. طيب بيطير بقى محتاج ايه? محتاج وينجز. يبقى عبارة عن وينجز. الاطراف بتاعته عبارة عن وينجز. ايه? عشان يقدر يطير. طيب عندي الهورس. قلنا في مقدمة الليسن. الهورس بتاعته عبارة عن بتوعه. اخرهم ايه? هوف يعني حافر قوي عشان يقدر يجري على نومبر فور عندنا حاجة زي المانكز. المانكز بقى والجوريلاز الحاجات دي اه بتعمل يعني بتتسلق الاشجار. وفي نفس الوقت هما بيقدروا يمسكوا الاشياء زي هنا كده كهيومن. ويقشروها ياخدوا الموز يقشروي السوداني. فهم هنلاقي عندهم اللمس تاعتهم يعني طويلة. عندهم درعات طويلة. درعات طويلة. درعات طويلة دي بيعملوا بيمسكوا بيها الاشياء. لما بيكون في جدينة الاحوانات كده وندي المانكي حاجة فبيمسكنا بيده عادي بيقشترها زي هنا. يبقى المانكز عندها دي عندنا في الايه? في طبعا احنا مش بنقول كل حاجة احنا بيقول فدي عندنا كمان برضو المانكي عنده يعني نلاقي كمان فيها ايه? يعني هنلاقي المانكيز كده الايد بتاعته. فيها كده ايه? آآ صوابع. لانه بيعمل بيعمل بيمسك الحاجات زي ما احنا بنسكة. طبعا طبعا ده كله كادابتيشن نوع ايه? نوع كل دوت او بمعنى ان هو في آآ الخارجية للجسد. طيب نيجي بعد كده نشوف احنا قلنا ده على حسب الايه? على حسب طب نعا نشوف نوع تاني بادابتيشن على حسب الفود. حسب الفود هنتكلم عن يعني هنشوف بقى هنا ايه? حسب الفود هنتكلم عن شوية ايه? بعض انواع من اه طبعا هنا هيلائم انت برضو. وكمان ايه? فاحنا في بنتكلم عن حاجتين. عن البيكس. لهيه المنقار. وعن الليكس. يبقى المنقار بتاعه والليكس بتاعة البيرد هنشوف هي موديفايد ازاي علشان تلاقي من الامفايرومنت والآ آآ نمبر ون. ما يبقى عندي بيرلز اللي هي البيرداتري بيرلز اللي هي البيرداتورز او اللي هي البيرز الفيد اون ميت. اللي هي بقى الايه? كان المفترس. فيد اون ميت. زي مسلا عندي. زي لو النزر. زي الهوك. دي بريداتري آآ آآ بيرلز. طبعا دي بتاكل بتاكل الفريسة وتاكلها. فدي بقى من لاقي بتاعتها عاملة ازاي? نلاقي بقى البيكس. احنا هنا بقى نكتب كده البيكس. فوق كده. وهنا الايه الليجزة. البيكس بتاع اله هنلاقيها كده ايه? عاملة كده. يعني في نفس الوقت فيها آآ يعني متنية كده كروكد. حادة كده وقوية. عشان تنسر او تو تير فلاش. تو تير فلاش. عشان آآ تير يعني تنسر يعني بتبقى لحمة ميت بقى فبقى لحمة حية فبتبقى تنسرها كده. تو تير ايه? طب الليجزة بتاعتها هنلاقي الرجل بتاعته بتبقى فيها آآ كده يعني آآ فنجرز تاعته ليها اللي هي آآ آآ المخالب وبعدين ليها تاني وره برضو كده. فسري انترير وون ايه بستيرير. ثلاثة قدام واحد وره. وبيكونوا يعني اللي وره ده بيكون بيت تاني. ايه? الليجز بتاعته بتكون ايه? فيها آآ فور فنجرز. يعني قدام. وان ايه بستيرير. اللي هو اللي وره. وبيكون يعني بالتاني. ليه بقى عشان يعرف يسيطر على الفريسة. الوقت بيصطدها وبعدين ياخدها 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 فوق الشجرة مسلا. بالتالي بقى عايز يتحكم فيها والكلوز طبعا بتاعته اللي هي الانياء النخالب بتحكمها كويس. وبالتالي بتقدر تسيطر على البري. لو عندنا بتاكل آآ الحاجات بقى اللي بتاكل سنيلز يرى القواقع الصغيرة اللي بتبقى في الصيل والوورمز اللي هي الدين. زي عندنا مين زي الهيرون. اللي هو الهودهود والهوبو. اللي هو ابو اردان. او ابو فصودة. الهيرون والهوبو بنلاقي عندهم بيكس طاعتهم بتبقى طويلة كده ورفيعة. يبقى اللونج. ليه? عشان يقدرتو ايه? فبالتالي هي بتجيبها من جوه الارض. او من جوه المية اللي في الارض دي. فبالتالي بتبقى ايه? محتاجة تكون رفاية عشان تدخل وتخرج تاني. يبقى بتبقى زي الهيرون والهوبو. بيبقى بتاعها طبعا الحاجات دي برضو بتمشي بتمشي بتتحرك في ايه? في يعني مية. اه مش عميق يعني. طيب فبالتالي ما تيجي تتحرك رجلها بقى بتبقى عاملة ازاي? بتبقى بردو والفينجرز بتاعتها بتكون بتكون لازقا ببعضها. يبقى برضو اللي بتكون لونج. ان ايه? سن. بتبقاش لازقا ببعضها. عشان يقدروا يمشي في وجود الووتر. نمبر سري. بقى اللي بيجيب اكلها من جوه المية. يعني دي بتجيب من شاء الله لو لو بتنزل بقى بتعوم في المية وتجيب الاكل بتاعها. اللي هي بقى ايه? فيد الحاجات اللي موجودة في المية. زي والسوان اللي هي البجعة والجوز اللي هي ايه? الوزة. دول بينزلوا المية اصلا بيعوموا كده عادي ويجيبوا اكلهم. طيب فالبيكس بتاعتهم بقى بتبقى ايه? بتبقى عريضة كده يعني سنون 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 يعني لو شفنا كده منقر البطة هنقيه ايه عريض كده وكل سنون سنون. لما بيضغط كده على بعد منقر بتاع الفوق اللي تحت اللي هم الفكين يضغطوا على بعض. فبتبقى السنون بتاعتهم في الجناب كده عام زي المصفى. فياخد السمكة مثلا من المية بعدين يروح محرك ايه رقابته كده فينطروا المية دي بره. يبقى بتبقى بتاعته بتبقى يعني مسننة من فوقه من تحت ل يبقى عشان يصفي بتاعتهم بتكون عاملة ازاي? اللي بتاعتهم بنقول ان هي حاجة اسمها باللاقي الاصابع بتاعتهم شبكة كده في بعضها. يعني تلاقي اسبوع البطة كده الاصابع كلها شبكة في بعضها بتبقى عاملة زي ايه? زي اه عارفين ديل السمكة وهي بتعوم كده فبتبقى نفس الفكرة عشان تقدر تعوم. يبقى بتاعتهم بتبقى اسمها بالمليج لان هما بيعوم وبينزلوا في المية بيعوم عشان يجيبوا الاكل بتاعهم. فبالتالي بيبقى محتاجين اه رجول كده عاملة زي اه الزعانف او ديل السمكة عشان تساعدهم على الايه? على السويمينج. فبتبقى يبقى ده ادابتيشن حاصل في آآ آآ بعض على حسب الايه? طبعية الاكل اللي بيأكلوه. فيبقى في آآ ادابتيشن في البيك والليجز بتاعتهم. طبعا كل ده ليه? لان عبارة عن اي في آآ آآ نوقف الفيديو هنا ونكمل في الفيديو التاني بقتلس.